اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا المراهق احنا ما نتكلم عن السن اللي هو يعني من عشر سنين خنقول الى ستعاش سنة هذه المرحلة العمرية اللي اكثر الاباء والامهات بالنسبة لهم في ازمة وفي مشكلة فيها طبعا في عدة خطوات جدا مهمة ان احنا نتعامل فيها مع ولدنا او بنتنا اذا كانوا فيها المرحلة العمرية اول خطوة وهي اهم خطوة انه نعطيه فرصة يعبر عن راية دائما الشاب والفتاة يعني دائما يشوفون الاب والام كأنهم ظالمينهم او ما يعطونا فرصة نتكلم او ما يعطونا فرصة نعبر عن راينا وبالتالي هنا تصير عندهم اشكالية فيصير نوع من الفجوة بينهم وبين الوالدين فاذا الخطوة رقم واحد نعطيه حرية التعبير نخليه يتكلم حتى لو كان الكلام ما يناسبنا حتى لو كان الكلام مخالف لمعتقداتنا لثقافتنا لفكرنا لعاداتنا لتقاليدنا طبيعي ترى هذا يسمونا صراع الأجيال هذا طبيعي وبالتالي خنت عامل معه بنوع من الاستيعاب ونسمع نعطيه فرصة يتكلم حتى لو احنا كنا يعني مضايقين من الكلام بس نسمع بالأخير وبعدين نتحاور المراهق لما يشوف نحنا قاعدين نسمع نحترمه نقدره رح يقبل الكلام اللي احنا نقوله له فهذه الخطوة رقم واحد اللي هي قضية أنه أعطيه فرصة للتعبير عن رأيها الخطوة رقم اثنين ردة الفعل الآن هو ارتكب الغلط وانا الحين بصير عندي ردة فعل طيب ردة الفعل هنا أنا أفرق بين أمرين وخاصة للآباء والأمهات الأمر الأول إذا كان ولدي ولا بنتي يرتكب الخطأ لأول مرة أو هذا الخطأ تم تكراره أكثر من مرة مو معقول أني أنا بتكون ردة فعلي في الحالتين وحدة رح أظلمه لما المراهق شاب ولا فتاة ترتكب خطأ أول مرة ما يصير أحاسبة وعاقبة وأدبة مثل لما تكون مرة الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة مستحيل وإذا فعلا أنا عملت بهذه الطريقة كنت ظلمت المرة الأولى دائما تكون فيها توجيه تكون فيها عتاب تكون فيها حوار وأعطيه فرصة المرة الثانية ممكن شوية أشد المرة الثالثة أشد وعاقب وأدب فإذا لازم يصير عندنا مراحل في التعامل مع أخطاء المراهقين الخطوة الثالثة أنه لما يدخلني ولدي ولا بنتي يدخلوني في مشكلة أي أن كانت لمشكلة؟ مشكلة دراسية مشكلة صحية مشكلة في عالم العلاقات والصداقات مشكلة مع الأقرباء مشكلة مع الجيران أي مشكلة يدخلوني فيها؟ قبل لا أنا أفكر بالحل أقول له تعال يا بابا هذه مشكلة والمشكلة أنت سببها أبي أسمع منك أنت الحل يلا جاوبني وقول لي شنو حل هالمشكلة في هالحال شويت أنا؟ أولا حملت المسئولية مسئولية أخطاءه ومسئولية أفعاله ثانيا خليت هو اللي يتعب علشان يفكر بالحل مو أنا أعطيه الحلول جاهزة وهذا جزء من الدلع والدلال هو الدلع والدلال مو بس أني أعطيه فلوس ولا أشتري له احتياجاته الدلع والدلال أنا ممكن أدلع أفكاره ودلع عقله شون الدلعه؟ أنه يرتكب الخطأ وأنا صلح هو يرتكب الخطأ وأنا أقول له شون يصلح هو يرتكب الخطأ وأنا أقول له شون يعالش طيب هذا دلع بس هذا الدلع فكري فإذا ارتكب هو الغلط أقول له تعال هذا غلط يلا قول لي شون تصلح الغلط إذن حملة المسؤولية وخليه يفكر وهو يصلح الغلط إذن هذه هي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة في عندنا ثلاثية يسمونها ثلاثية قطع العلاقة مع الأولاد وأنا حقيقة أحذر منها يعني يخلي الولد ولا البنت يكشون يبتعدون ما يقولون يتكلمون لا مع الأب ولا الأم شنو هالثلاثية هذه أولا الصراخ الصوت العالي من الأم تصرخ ولا الأب يصرخ تشوفون المراهق والمراهق يكشون خلص يبتعدون الصراخ هاي رقم واحد الضرب رقم اثنين الضرب يخليهم يهربون حتى من البيت لأنه هو يحس نفسه كبير رحيم ستعاش سنة سبعتعاش سنة أنا عمري خمسة عاش أنا كبير فإذن الصراخ رقم واحد الضرب رقم اثنين المقاطعة طويلة الأمد يعني أهجر ولدي بالأشهر أقاطعة بالأشهر هذه الثلاثية ثلاثية تدمير العلاقة من الوالدين للأبناء إذن هذه الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة هناك نقطة لا بد الأباء والأمات ينتبهون لها إذا ولدي كرر نفس الخطأ أنا لازم ما كرر نفس الأسلوب هذه معادلة يعني إذا ولدي كرر نفس الخطأ إذن معنات أنا ما أكرر نفس الأسلوب أعطيكم مثال خلنقول هو ارتكب خطأ أي خطأ كان تربوي تعليمي صحي بالعلاقات الاجتماعية بالتكنولوجيا أي خطأ أي خطأ مع أخوه مع أخته مع هلا تمام أنا عصبت على هالغلط وما كلمت ثلاثة أيام أنا كان حذر أسلوبي طيب وبعدين اتصالحنا بعد ثلاثة أيام ومش الحال طيب بعد شهرين سوى نفس الغلطة مرة ثانية إذا ييت أنا هنا كررت نفس أسلوبي ما أكل مثلت أيام ما استفدنا لأنه ما استفاد منها بالبداية فإذا لما هو يكرر الغلط لازم ما أكرر نفس الأسلوب وهذه نقطة حقيقة مهمة في علاج مشاكل المراهقين إذن لازم دائماً يغير أساليبي طالما الغلط قاعد يتغير قاعد يتكرر الخطوة السادسة وكلكم تعرفونها بس قليل مننا من يطبقها ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ترى أحياناً يبقى بالأخير هم عيالنا يعني هو ولدي وبنتي يعني يعني أين بروح إحنا عندنا مثل في الخليج يقول لك مالك إلا خشمك لو كان عوي فطيب الأخير هو ولدك ولدك إيش بتسوي أنت يعني بنتك بنتك يعني ش بتسوي تترضف من البيت يعني يعني بتطيع علاقتك معهم بتقول خلص أنت مو ولدي ولا أنت مو بنتي ما يحق لك يعني قصباً علي أنه ولدي وبالنسب وبالدم هو ولدي يعني أين بروح فإذن معناته شي اللي رازم أسوي أتعامل معه بالرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا فهذا مبدأ عام في علاج أي مشكلة نتعرض فيها مع عيالنا المراهبين النقطة السابعة أنا قلت لكم فيه 11 فكرة ذكية اليوم بتكلم معاكم فيها النقطة السابعة وهي نقطة استثمارية هذا ما هو علاج مباشر للبشكلة بس هذا علاج طويل الأمد اللي هي المصادقة أصادق ولدي أو أصادق بنتي طيب أنا لما أصادق ما قاعد أسوي أنا قاعد أستثمر العلاقة أنا قاعد أقوي العلاقة أنا قاعد أقوي المحبة أنا قاعد أقوي التفاهم فلما يرتكب غلط يصير أهوه بروح يصلح الغلط لأن العلاقة قوية والصداقة موجودة الحب موجود فكأن هذا مرهم هو يعالج المشكلة بروحها اللي هي الصداقة التربوية احنا نسميها يعني إبراهيم عليه السلام يقدر يبني الكعبة والقواعد من البيت يقدر يرفعها بروحها لكن قال لا تعالي يا ولدي إسماعيل حطي يدك معاي ليش؟ لأن أصدقاء يتعاونون مع بعض في مشروع واحد فإذن الصداقة هي استثمار الصداقة مع العيال بحيث لو ارتكبوا الخطأ يكون فيه رصيد في المحبة والتفاهم والثقة بين الطرفين وهذا يعجل في علاج المشاكل الخطوة الثامنة وهي استثمار الأحداث التربوية يعني أنا طلعت مع ولدي وشفنا غلط شفنا مثلا صورة يعني غير لائقة لدعايا والإعلان استثمر الحدث تربويا أخذت ولدي أو بنتي ورحنا نزور بيت عمتي مثلا وبيت عمتي صارت مشكلة أمامها استثمر الحدث وأنا أراكب بالسيارة أسولف مع بنتي وقل لها شوفي عمتي شنو سوت حق بنتها القصة كذا 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 شون نستفيد منها القصة تب لو أنت مكانها شون تتصرفي هذا كلها تربية هذا يقوي الرصيد هذا يسمونه استثمار الحدث الخطوة التاسعة أنه في هالحالة نقلب الأدوار يعني عادة أنا كأب أربي أنا أعلم لا أنا أغير الدور أخلي ولدي أعلمني أو بنتي تعلمني خاصة اليوم الشباب والبنات وهم متفوقين علينا في البحث مثلا أحيانا في التصوير في التكنولوجيا في الألعاب الإلكترونية في متابعاتهم لأحداث الحياة حسب اهتماماتهم هم أشطر مننا طيب هني شا سوي أنا يصير هو المعلم وأنا المتعلم ولدي ولا بنتي لما يحسون هالشعور أنا تشريد قاعدة قوي العلاقة بين الوالدين والعيال إذا قويت العلاقة يصير لما يقع في الخطأ سهل يتصلح لأنه ما عنده شعور أني أنا متكبر أو أنا مغرور أو أنا من جيل يختلف عن جيله لا إذا أنا متفوق عليك أنا علمك أنت متفوق علي في شغلة أنت علمني فإذا صارت العلاقة علاقة تبادل علم هذه تقوي العلاقة التربوية بين الطرفين وهذه تساعدنا في حل المشكلات شوفوا في بعض الأفكار أنا قاعد أطرحها لكم في الهدعش فكرة في بعضها يعانج المشكلة مباشرة وفي بعضها لا أنا قاعد أخطط على المدى البعيد ولذلك لا تستغربون من بعض الأفكار قاعد أطرحها لكم يمكن بعضكم يقول بس هذا ما يعانج المشكلة مباشرة كلام صحيح ما يعانج مباشرة بس أنا هذا رصيد قاعد أحتفظ فيه للمستقبل الخطوة رقم عشرة نتحاور معهم ونستخدم أساليبهم يعني إذا ولدي سألني شيء مثلا أقول له والله ما أعرف تعال خلن نفتح جوجل أنا معكم نبحث لأنه وقع يفتح جوجل ويبحث فأنا قاعد أستخدم أسلوبه لما يشوفني قاعد أستخدم نفس أسلوبه رح تكون علاقة بيني وبينها قوية أنا ذاك اليوم كنت جالس في جلسة مع مجموعة شباب يعني أعمارهم بين عشرة وخمسة عش فشان يقول واحد منهم عندي سؤال قلت لهم شن سؤالكم شان يقول يعني إذا واحد قال لنا منه خلق الله شن جاوبه قلت لهم الله سؤال وايد حلو هذا صراحة شرايكم أنا مرة سامع فيديو حق شخص عالم ومتميز وذكي وعرفي شون يحاور والفيديو هذا موجود باليوتيوب هذا أنا قاعد أقول لهم في الجلسة الشبابية شرايكم كلنا الحين نفتح اليوتيوب ونسمعه شلونه وهو جاوب على هالسؤال بدل ما تسمعونا مني سمعوا مننا شرايكم طبعا شونه كان قصدي أنا أنا أقدر أجاوب على هالسؤال بس أنا ما أحب أتجاوب ليش أنا بوريهم أن أنا باستخدم وسيلة مثل وسيلة اللي هم يستخدمونها وبالتالي أنا شويت هنا أنا قصرت الفجوة خففت الفجوة بيني وبينهم يعني يمكن بيني وبينهم الآن ثلاثين سنة في العمر لكن لما يشوفوني أنا معهم نستخدم نفس الوسائل يحسوني كأن عمري أنا خمسة عشر سنة وكأني منهم حتى واحد منهم قال والله أنت فاهمنا واحد يقول أنت فاهمنا هو مو قضية أنا فاهمك بس أنا قاعد أستخدم نفس الوسيلة اللي أنت تستخدمها بس فالمهم راحوا وفتحوا تلفوناتهم لشان يقولون يلا 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 وين نفتح باليوتيوب سانسة واصلا فرفحوا وين نفتح وين نفتح باليوتيوب لشان يقول لهم فتحوا على شخص سووا سيرج اسمه ذاكر نايك شو يقول واحد منهم هاي هاي تكلن انجليزي صاح قلت له صاح بس فيه في ترجمة عربي مو مشكلة فتحوا طبعا اللي فيهم دارس مدارس خاصة استمتع لنا بالانجليزي واللي فيهم مدارس مدارس خاصة هم استمتع لنا فيه ترجمة بالعربي وقعدنا نشوف والفيديو كله خمس دقائق لكن تبارك الرحمن إيجابته كانت خطيرة واستانسوا كلهم فإذا هذه واحدة من الوسائل اللي احنا نستخدمها في الاستثمار بعيد المدالي علاج مشاكل عيالنا أولاد أو بنات في سن المراهقة في نقطة أخيرة رقم 11 قبل لا أختم معاكم لقائي اليوم وهي انتبهوا لي حق نقطة خطرة جدا وكثير من الآباء والأمهات ما يدركونها هل احنا نعالج الشخص ولا نعالج السلوك احنا نعالج السلوك انتبهوا المراهق لما يرتكب الخطأ هو كشخص هو ولدي وأنا أحبه لكن سلوكه هو اللي أنا أكرهه ومعاجبني فإذا لما إي أصلح أنا ما أصلح شكله ولا أصلح ذاته ما أقول لي أنت ما تفهم يا الغبي لا تشدي أنا قاعد أضرب الشكل وقاعد أضرب الذات أنا أقول لي أنت تصرفك غلط التصرف سلوكك غبي مو أنت غبي فيه فرق بين سلوك غبي وبين أنت غبي أنت غبي أنا قاعد أضرب الذات سلوكك غبي أنا قاعد أضرب السلوك وبالتالي لما أقول لأنا أنت سلوكك غبي أو سلوكك غلط شي دي أوه قاعد يتعامل معي ومرتاح أنه هاي المشكلة في السلوك مو فيني وبالتالي طالما المشكلة في السلوك إذا نقدر أغير السلوك لكن لو المشكلة فيني أنا ما أقدر أتغير وهذه نقطة جوهرية في علاج أي مشكلة تواجهنا مع المراهقين شذي أنا تكلمت معكم فيه دعش فكرة ذكية في كيف نتعامل مع المراهقين لو ارتكبوا الخطأ وأدعوكم بعد أربعة أيام أنا عندي ورشة تدريبية عن طريق الواتس أب اللي فيكم يحب يشارك فيها أهلا وسهلا فيكم شباب وبنات رجال ونساء هي تتكلم عن تعزيز الثقة بالنفس كيف الإنسان يكون واثق من نفسه وشو الأشياء اللي تحبط الثقة وإيش الأشياء اللي تدمر الثقة وكيف تغلب على هذه المدمرات وإذا أنا ثقتي بنفسي ضعيفة كيف قويها؟ رح أقول لكم الآن رقم الواتس أب أي واحد فيكم من أي دولة في العالم يحب يشارك يرسلنا رسالة الآن بالواتس أب أريد أن أشترك في ورشة تعزيز الثقة بالنفس أو الثقة بالنفس الورشة مدتها خمسة أيام تبدأ يوم الأحد القادم ليوم الخميس خمسة أيام وكل يوم الصبح أنا الصبح أرسل لكم مادة علمية في الواتس أب على طريق تلفوناتكم وعندكم طول اليوم تسمعون المادة وبعدين إذا فيه أي سؤال تسألوني وأجاوبكم عليه إجابة مباشرة أعطيكم رقم الواتس أب اللي فيكم يحب يشارك المفتاح الدولي حق الكويت 00965 بعدين رقم الواتس أب تسعة أربعة تسعة 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 أربعة ثمانية سبعة أعيد الرقم مرة ثانية مفتاح الخط 00965 بعدين تسعة أربعة تسعة 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 أربعة ثمانية سبعة شديد نكون انتهينا من لقاءنا اليوم 11 فكرة ذكية في كيف نتعامل مع المراهقين ونسأل الله عز وجل ليوفقنا وإياكم إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة